بسم الله الرحمن الرحيم سيتم تناول في هذا الجزء من المحاضرات إحدى الوظائف الأساسية في عمل الإدارة والمدير وهو وظيفة صنع القرارات ويتوقع بعد قراءتك وسماعك لهذا الجزء من المحاضرات أن تكون قد تفهمت طبيعة القرارات الإدارية وموقع صنع القرار من العملية الإدارية ومراحل صنع القرارات الإدارية وكذلك عوائق اتخاذ القرارات وزيادة فعليتها سنبدأ الآن بتعريف عملية اتخاذ القرار وخصائصه يمكن أن نعرف عملية اتخاذ القرارات على أنها عملية اختيار بديل من بين عدة بدائل وأن هذا الاختيار يتم بعد دراسة موسعة وتحليلية لكل جوانب المشكلة موضوع القرار إن اتخاذ قرار إداري يعني الاختيار الحزر من جانب الإدارة أو متخذ القرار لتصرف معين دون آخر من بين أكثر من تصرف يمكن اتخاذه ونأتي إلى السؤال الأهم هو كيف تتخذ القرارات الإدارية حقيقة الأمر أنه ليس هناك معادلة لتوضيح كيفية اتخاذ القرارات الإدارية الناجحة وبمعنى آخر فإنه ليست هناك وسيلة كافية لتقويم فاعلية القرار مقدمة وكل ما يمكن قوله هنا هو أن اتخاذ القرارات لا تقوم على المنطق وإنما في كثير من الأحيان يبنى على الحكم الشخصي والمبادرة من قبل متخذ القرار لكن هل للقرارات الإدارية أنواع؟ نعم هناك للقرارات الإدارية أنواع يمكن تقسمها وفق عدة معيار أولا يمكن التمييز بين قرارات إدارية تهدف إلى تحقيق نتائج وأخرى تهدف إلى اتخاذ وسائل النوع الأول من القرارات يستند في كثير من الأحوال إلى الحكم الشخصي للإدارة فيما ترغب تحقيقه من أهداف وكثيرا من هذه الأهداف هي نهايات مطلوبة وليست وسائل ومن الناحية العملية فإن أغلب القرارات الإدارية وعلى مختلف المستويات الإدارية في التنظيم تصبت في إطار إيجاد الوسائل كما يمكن تمييز أنواع أخرى القرارات يمكن تمييز ما بين قرارات استراتيجية أو قرارات إدارية أو قرارات تشغيلية فالقرارات الاستراتيجية هي تلك القرارات الخاصة بتحديد السياسات والخاصة بتحديد الأهداف العليا للمنظمة والخاصة أيضا بتحديد سياسات خاصة مثل أصناف السلع المطلوب إنتاجها سياسات التنويع أو التشكيل للمنتجات وغالبا ما تتخذ هذه القرارات في المستويات الإدارية العليا بينما القرارات الإدارية فقد تشمل تلك المتعلقة ببناء الهيكل التنظيمي للمنظمة وتحديد مصارات العلاقات بين الوظائف وحدود السلطة وترتيب العمل ومواقع الخدمة بينما القرارات التشغيلية هي التي تتعلق بالأسليب الإنتاجية التي تهدف إلى إما زيادة لبح أو تخفيض التكاليف كذلك يمكن التمييز بين نوعا آخر من القرارات وهي القرارات الروتينية والقرارات غير الروتينية بمعنى أن هناك قرارات روتينية وهي قرارات متكررة وتتخذ وفقا لما هو موجود ومحدد في اللوائح والأنظمة وأمثلة هذه القرارات عمليات التفتيش على جودة الإنتاج توزيع الأعمال اليومية وكثيرا من القرارات تأتي في إطار القرارات الروتينية والتي لا تحتاج إلى جهد أو مقدرة خارقة في التحليل واختيار البدائل بينما القرارات غير المتكررة أو غير الروتينية فهي في واقعها القرارات الحارجة في المنظمات وهي تتطلب اتخاذ عدة إجراءات قبل اتخاذها فمثلا إضافة مبنى للمباني القائمة يشكل قرارا غير روتيني إذا اعتبرنا أن هذا العمل لا يتقرر إلا عند الحاج الماسة مثل هذا القرار وهي القرارات غير الروتينية تحتاج إلى دراسة موسعة حول نوعية وطبيعة المشكلة أو القرار الذي يتم بصدده اتخاذ إجراءات معينة وإن واقع العمل في منظمات الأعمال يوحي بأن نسبة كبيرة من القرارات هي قرارات روتينية وأن القرارات الحارجة تسقط في عداد النسبة القليلة الباقية وهذه النسبة من القرارات أي نسبة القرارات الحارجة غير الروتينية هي بلا شك أهم القرارات التي تواجه الإدارة هي التي تبين إلى أي حد تتفاعل المشكلات الطريقة والملحة وكيف تصل إلى النتائج المطلوبة من قبل الإدارة من هذا التصور لأهمية القرارات فإننا سنناقش في الجزء التالي من المحاضرات مراحل اتخاذ القرارات والتي لابد من اتباعها لترشيد عملية اتخاذ القرار والابتعاد عن حكم الشخصي وسوء التقدير ترجمة نانسي قنقر